أرب بودكاست تكلم العربية تكلم العربية جلد دوا الدرس اسمه أسرتي وهو رقم إحدى وعشرين بلاجرانيانا من يكل ورق سيا دان نمر نياد وبلو ستو انتظرنا بعض الفاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أهلا بكم من جديد أولا سندرس بعض المفردات في صفحة رقم 87 بعد ذلك ندرس بعض الأسئلة المهمة في صفحة رقم 89 طيب أولا المفردات هي أبي أمي أخي أختي جدي جدتي عمي عمتي خالي خالتي بعد ذلك ابن عمي ابن عمتي ابن خالي ابن خالتي ابن أخي ابن أختي وللمذكر والمؤنث ما معنى هذا الكلام الكثير؟ أبا أرتنيا نومونهيان بنيأيتو طيب أنت تعرف أبي وأمي هذا سهل أندتو أبي دا أمي تومده أخي أختي سودار لك لك سودار برنبوان طيب طيب إذن أنتم إخوتي وأخواتي أنتم كليان سودار سودار كولا كلا كذا برنبوان طيب في القرآن الكريم توجد كلمة آباء وأمهات بالقرآن أدى آباء دا أمهات آباءكم آباءكم كتأبائتو جمع داري أب إذن كلمة أب مفرد سنديري مفرد نسيت والله ما معنى مفرد أنا نعم تنجل مفرد تنجل الجمع آباء كذلك أم مفرد الجمع أمهات إذن نقول أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم استري استري الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يا أمهات المؤمنين طيب إذن نحن قلنا آباء أمهات إخوة أخوات كمي سودار بلنب أنبت إتو طيب بعد ذلك لدينا جد وجدة ستلهني أدا جد دان جدة جد كاكي جدة نيني لو أردت الجمع كلو موجمع نياه جد أجداد أجداد نقول أجدادنا من الصحابة كانوا عظماء كاكي 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 كاميدر صحابات مريكا إيتو مهاب السارسكالي مهاب السارسكالي طيب لو جده الجمع جدات أنت تعرفوا لو الكلمة في اللغة العربية آخرها تاء مربوطة الجمع دائما يكون بالألف والتاء أندس دهتوكا لو كاتا بحس عرب إيتو أخر نياه أدتاء مربوطة دان موجة معنية جادي هنياتوليس ألف تاء إذن جده جدات بنت بنت بنات أخت أخوات لها قاعدة خاصة هذا قاعدة خصوص سيارة سيارات وهكذا دان سيبرتي إني طيب بعد ذلك لدينا عم وعمة خال وخالة سيطلاحني أدا عم دان عم وخال دان خالة إيتو نمان ياسموا بمان 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 لكي لكي بمان برمبوان كالو بمان يداري آيه عم وعمة كالو آيه استغفر الله كالو بمان يداري إبو إذن خال وخالة تمام طيب كلمة عم جمعها أعمام أعمام إذن تقول لدي ثلاثة أعمام جادي كمو بلان سيابن يأتي جابا من عمه جمعها عمات نعم آخرها تاء إذن الجمع بالألف والتاء آخر نياء أدا تاء جادي جمعني آخر نياء ألف تاء طيب كذلك الخال والخالة ججاء خال دان خالة خال الجمع أخوال خالة الجمع خالات إتو خال دان خالة لو هناك ابن أو ابنت من العم والخال كالو أدا أنا لكي لكي أتو برمبوان داري بمان إتو نمان يه ابن عم أو ابن خال إذن تقول ابن عم اسمه أحمد جادي كمو بيلان سبوبو سايا نمان يه أحمد هذا من العم إتو داري بمان داري آية ابنت عم اسمها فاطمة سبوبو سايا ينببوان نمان يه فاطمة هذا من العم أيضا إتو جغا داري بمان طيب مثلا من الخال مثل كان داري إيبو تقول ابن خالي وابنة خالي سبوبو سايا سبوبو سايا ابن خالي وابنة خالي تمام طيب بعد ذلك لو كان أخوك متزوجا ستلاحنياكا لو كاكا أتو سودارامو ستلاحنيكا متزوج ولديه ابن دان ديا بنياء أنا إذن نقول ابن أخي وابنة أخي لو من أخيكا كالو داري سودارا لكي لكي ابن أخي وابنة أخي جدي كبون كان سايا داري كاكا داري سودارا لكي لكي نمان يه محمد اتو فاطمة لو من الأخت كبون كان داري سودارا برمبوان ابن أختي أو ابنة أختي إذن ابن أختي اسمه محمد ابنة أختي اسمها فاطمة بعده اسم مفرد بتنوين الفتح دائما حارسط لهني اسم مفرد تنقل دنغان تنوين فتح إذن تقول جدي بلان كم أخا كم أختا كم عمّا كم خالا وهكذا كم أخا لك طيب أي جواب أي جواب جواب اباس جا لو كان واحد أو اثنين كلاو ستو أتودو قل لي عم واحد لي خال واحد سيبني أستوب من لي عمّة واحدة لي خالة واحدة لاحظ لو كان السؤال لك الجواب لي كلاو برتني أني لك الجواب أو جوابني لي لو السؤال عندك الجواب عندي كلاو برتني أني عندك جوابني عندي إذن كم عمّا عندك جوابني عندي عم واحد وعندي خال واحد تستطيع أن تقول لديك أيضا بسبلا لديك جوغ إذن السؤال كم عمّا لديك الجواب لدي عم واحد إذن لدينا ثلاثة أسئلة جدي كم يبني تيك برتني أن كم عمّا لك كم عمّا عندك كم عمّا لديك الثلاثة صحيحة تيك تيك نيا بتل الجواب لي عندي لدي لا بأس إذن لي عمّ واحد لي عمّاني لي عمّتاني لي خالاني لي خالتاني طيب لو كان السؤال للأخ والأخت كلاو برتني أن يأنت سودار لك لك أتو برمبوان تقول كم أخن لك كم أخت لك تمام كم يبني بربا سودار لك لك أتو برمبوان الجواب كذلك لي أخ واحد لي أخت واحد لو إثنان ركز كلاو دوا فوكوس لي أخواني سيبني أدو سودار لك لك لي أخت تاني تمام أخواني أخت تاني لو كان أي جواب من ثلاثة إلى عشرة لابد أن نستعمل الجامع كلاو جوابني داري تيقى سنبي سبول حارس بك جامع حارس بك جامع إذن لابد أن تحفظ الجامع الذي ذكرناه آنفا جدي أندا حارس حافا الجامع ينكمي بلان تبي مثلا كم عمّن لك بربا بمن كم بني لي ثلاثة أعمام أعمام كم خالا لك بربا برمبوان بربا برمبوان بربا بمن داري إبو كم بني الجواب لي ثلاثة أخوال أخوال طيب سؤال آخر كم عمّة لك بربا أيا كم بني الجواب لي أربع عمّة عمّة كم خالة لك داري إبو كم بني لي خمس خالة خالة طيب ركز من فضلك فوكس لو قلت أربعة أو أربع ثلاثة أو ثلاث خمسة أو خمس لا بس كلاو أند بلان نمر نيا ينجد تقاسا بيس بلو إطوها كلاو بلان نمر نيا دنگان مذكّر أتو مؤنف تدأ بابا أدى قاعدة نيا أدى تتبحث عن نيا تتبي أنت بمولة تدأ مسألة لا بس المهم أن تقول الجمع بتنوين الكسر جمع نيا دنگان تنوين كسر أعمى من عمّات أخوال خالات إذن نقول مرة أخرى السؤال بكم بعده تنوين تنوين فتح دن كتن مفرد مفرد تنقل مفرد طيب لو الجواب من ثلاثة إلى عشرة كلاو جواب نيا دري تقاس بيس بولو حارس دنگان جمع دن تنوين كسر إذن ثلاثة أعمى من أربعة أخوال خمس خالات ست عم وهكذا تمام إن شاء الله مفهوم القاعدة يعني تجعلك حيران قليلا لكن مع الممارسة ستفهمه إن شاء الله تتبي دنگان براكتك أن دا أكان فهم دن حفل إن شاء الله نكتفي بهذا الدرس اليوم لأنه صعب قليلا كامي تشكوب لجاران هاريني كارنا سوسه سيدي كت من فضلك احفظ المفردات جيدا وتكلم بها كثيرا لو كان لديك سؤال تفضل اكتف في التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء